سلام عليكم و اهلا فيكم جميعا بمراجعة لعبة ترايلز رايزينج الجزء الاكبر والاكثر نضجا في سلسلة ترايلز بهذا الجزء شهدنا تغييرات بسيطة لكن ابرزها كان الدراجي المزدوجي واللي فكرتها انك تسوء انت واحد صاحبك اللي قاعد جنبك وتتحكم فيها سواء بالسرعة او بالتهداي او بحركتها نفسها للدراجي هالشي بيعطي استهبال وضحك كتير يعني حتى اكتر من اللي موجود اصلا باللعبة اذا ما بتعرف شو هي سلسلة ترايلز او بحياتك ما جربتها فهي عبارة عن لعبة الدراجات 2D بتعتمد على الدقة بتحرك الدراجي فعلى الرغم انه بالفيديوهات قد تعتقد انه الجيم بلاي بسيط لكنه اعمق من هيك بالواقع بحيث انه قرارات بسيطة بالجيم بلاي مثل دعسة بنزين زيادي او تهداي بسيطة او حركيها بسيطة شوي بالدراجي نفسها ممكن تغير كل شي بالسباق وتحولك من فائز الى خاسر والعكس صحيح الجيم بلاي ممتع صراحة عالرغم انه في بعض الاحيان بصير فيه شوية اشياء بالتحكم بتستفز اللاعب ما بعتقد انه هي مشكلة باللعب نفسها بقدر ما هي مشكلة بانه شلون يتعامله مع تصليحك للغلط فاحيانا اذا كنت عم تلعب اوفلاين بتغلط غلطات مع تقدر تصليحها الا انك تعيد السباق من اول وجديد لانه بيكونوا اللي ادامك سبقوك كتير ومستحيل تقدر تجيبهم مهما كنت كتير رهيب يعني وسريع بيئات اللعب ايضا تعتبر جزء مهم من الجيم بلاي بحيث انه البيئات بتأثر بشكل واضح على اللعب ومتنوعة بشكل جميل ومبهر صراحة وبرضو الحلبي نفس اللي بتلعب فيها بكون فيه الى اكتر من مسار فينك تختار المسار اللي بدك ياه على حسب سرعة الدراجي واختيارك المسار كمان بيأثر على سرعة الدراجي وسرعة وصولك للنهاي في بيئات متنوعة موجودة باللعب لكن ابرز الاشياء اللي ممكن تلاحظها هي بيئات مأخودي من العاب يوبيسوفت اخرى مثل فار كراي نيودون او The Division 2 مشكلتي انا مع الجيم بلاي ما بتكمن بالتحكم مثلا او بالطريقة اللعب بل بتكمن تماما باهمية اللعب الجماعي المبالغ فيه حيث انه اللعب بتفقد اهميته تماما بعد ساعات قليلة من اللعب لو ما لعبت مع صديق او اصدقاء وبتصير اذا لعبت لحالك بتحس انه عم تكرر نفسه بشكل مستفز ولا عم تعطيك اي شي جديد يخليك تستمتع فيه اكتر اما بالنسبة لمحتوى اللعب نفسه فاسلوب التقدم بيعتمد على لعب مراحل مختلفة من كل خريطة بتروح له لحتى تنفتح لك البطولة الخاصة بهذا العالم وبمجرد ما تفوز بالبطولة هاي بينفتح لك العالم اللي بعده وهكذا المراحل مو كلها سباقات فقط بل ايضا فيها تحديات مثل انهاء السباقات بوقت معين او بعدد معين من الاغلاط ما لازم تزيد عنه او بعض التحديات الغريبة مثل الطيران يرجى العلم انه كل هالاشياء هاي فينك تعملها انت وصديق قاعد جنبك بالنسبة لي بشوف المحتوى ممتاز ومناسب لعمر اللعب وسعره لكن الجدير بالذكر انه ترى ما فيه قصة مثلا او احداث ومشاهد سينمائي وتمثيل صوته ومدرشوه ولا فيه التنوع اللي وصلت له لعبة The Blood Dragon مثلا اللي كان فيه الغاز الالغاز هديكي كانت من اكبر الحسنات الموجودة من اساليب التقدم ايضا اللي هي والتخصيص اللي بتعمله للشخصية والمركبة من خلال فتح الصناديق او اللي هي الباكيجات بتعطيك اشياء تجميلية وبتقدر تكسبها كل ما لعبت اكتر واكتر وبشكل عام لعبة لعبة ممتعة مش عم تحاول انها تستقطب فانز جدد للسلسلة بقدر ما عم تحاول ترضي الفانز الاديمين بادراج بيقات لعب اكتر ومحتوى اكبر واضافات بسيطة على الجيم بلاي تقييم النهائي للعبة Trials Rising سبعة ونصف من عشرة بنصح فيه اي شخص حابب يستمتع بلعبة جماعية فريدي ومختلفة عن الالعاب اللي تعودنا عليها بالجمعات مثل فيفا وروكت ليج وغيرها 25 دولار رح تضمن لك ساعات مليئة بالضحك والمتعة مع الاصدقاء وتذكر ان اللعب الجماعي يعتبر عنصر جدا مهم بل هو اهم عنصر بمتعة اللعب اما لو كنت بدك تلعب لحالة فرح تستمتع كمان لكن المتعة الحقيقية ما رح تشوفها كتير ولا رح توصل لذروة المتعة عن لما بتلعبها انتي والاصدقاء لانه توجه اللعبي بالاساس توجه للعب الجماعي اللعبة بتتوفر ب 26 فبراير يعني بعد يوم واحد من تاريخ هذا الفيديو وهي المراجعة على الاكس بوكس وون بلاي ستيشن فور والكمبيوتر واللعبة متوفرة بسعر 25 دولار متل ما ذكرت قبل شوي اذا عجبتكن هاي المراجعة لا تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات مشان توصلكم الفيديوهات اول باول يعطيكن الف عافية على المتابعة ونشوفكن ان شاء الله في قادم الايام السلام عليكم